اشتركوا في القناة وفي نسائي يمكن بيعتنيوا أقل لأنه كمان حسب كل نوع بشرة ولكن إذا بدنا نقول البشرة النظرة هي عبارة عن عبارة عن اهتمام يومي واسبوعي مستمر مدى الحياة يومي واسبوعي مدى الحياة يومي وروتين أسبوعي لمدى الحياة علشان بشرتك تفضل كويسة أصل معلش يعني في ستات كتير سيدات كتير بيعتبروا أن اللي اعتناء بالبشرة هو رفاهية إطلاقا بالعكس يعني أنت أول ما بتحسي يعني أم تبقي صغيرة بتبقي مش مهتمة لأنك شايفة أنك ما عندكيش مشكلة لو أنت محظوظة يعني أن البنات اللي ما عندهمش مشكلة هم صغيرين فتفتكر أن هي هتفضل كده على طول هي مش هتفضل كده على طول هي وانس هتتم تلاتين سنة هتبدأ تشوف تغيرات فضيعة في بشرتها تقول يا ريتني بدأت من زمان تم توضحينا المحظوظة دي يعني إيه واللي بعد التلاتين إيه إيه اللي هيحفظ يعني المحظوظة البنت الصغيرة اللي مثلا ما عندهاش حب شباب ما عندهاش مشكلة إن بشرتها دهنية قوي دي بتكون محظوظة إن بشرتها تكون صفية لغاية ما تتم التلاتين دي دي واحدة محظوظة عظيم طب بعد التلاتين اللي بيحفظ بعد التلاتين هنبدأ بقى في مشاكل تانية غير لو حبوب أو كده هنبدأ في تجعيد هنبدأ في expression lines هنبدأ في حاجات تامية كتير تهدل في البشرة حاجات من دي كتير فلازم الواحد يهتم من وهو صغير جدا عشان لما توصلي مرحلة صنية دي ما تبقاش محتاجة حاجات سفير تعمليها علشان تتحسن بشرتها أنا جايب دي قليك اللي مش محظوظة لازم تبتدى من سن صغير فمن أي سنة بتعتبر أميرة إنه لازم تهتم الفتاة ببشرتها ويمكن فينا نقلهم إنه كلمة بكر وبالاهتمام كلمة شيف ونتائج أفضل طبعا طبعا كل ما بدأت بدري كل ما كانت بشرتك بتتحملك أكتر لأنه هو ده وعاء أنت قادة في وعاء الوعاء ده هو بشرتك لو اهتمتي بي هتفضلي شكلك كويس لغاية ما تكوني سن كبير فلازم نهتم من بدري يعني 18 سنة ده آخر حاجة نبدأ فيها يعني لو أبك ده أوك لأن الجسم من جوة فيه هيلورونك أسد ربنا بيفرزوا في جسمنا علشان نفضل شكلنا ناضر وبلومت عن 18 سنة بيبدأ يتوقف الهيلورونك أسد ده من هو يتفرز ما ببنش النتيجة إنه هو وقف غير في على دخول التلاتينات طيب نعمل إيه بقى يعني أنت بيقولتي من الصغر ومن 18 سنة بالكتير نعمل إيه المطلوب مننا الاهتمام بالتنظيف العناية المرطبات واقي الشمس الأكل الكويس النوم الكويس كل ده حاجات هتساعد إن بشرتك تفضل شكلها كويس يعني أم ماجي مثلا أزيل الميكوب أعمل إيه؟ عايزين حاجات عملية مبدأين البنات اللي بتشيل الميكوب بالما يصابون ده غلط جدا جدا يعني حتى لو أنت بشرتك ما فيهاش مشاكل اللي أنت بتعملها هيخليها فيها مشاكل لأنه الزيت الخفيف اللي بنلاقيه على بشرتنا ده ده مهم جدا جدا أن يكون موجود لأنه مليان فيتامين وده البارير من العوامل الخارجية بيحافظ على بشرتك من العوامل الخارجية ده أنا حطت الميكوب من قبل ما تحطي الميكوب لما تكوني غسلة وشك بتلاقي وشك فيه شوية زيت كده بوساط لو أنت بشرتك عادية ده البارير بيحافظ على بشرتك من أي حاجة من بره تخش لها بكتيريا أو كده وبيحافظ على أنه المية والترطيب اللي جواهي كي ما يتبخرش في الهواء فلما استعمل صابون الصابون بيشيل بطريقة أجراسف البرير ده فبيخلي بشرتك عرضة أن هي يحصل لها انفكشن وأن المية اللي جواها تتبخر فنصحيح كي تستعمل المستحضرات المخصوص لكل نوع بشرة في تنظيف البشرة طب هلأ كمان كمان ذكرت شغلة أنه الأكل يعني اليوم هل السيدة لازم تنتبه كتير على أكلها مشان يكون يمكن نتيجة يمكن نظارة الوجه تبين أكتر طبعا في أشخاص بيقولوا أنه لازم نبتعد يمكن عن السكريات شو رأيك بالموضوع وشو بتنصحية يعني على أي أكل لازم تمتنع طبعا كل الفاست فود كل الحاجات اللي بتدي اللي فيها كالوريز كتير زي الشوكولات زي الفيزي درينكز زي كل الحاجات الجامل فود بالضبط كل زي ده لأنه بيعلي من نسبة الإنسلين في الجسم بالتالي بيحصل زي تهيج للخلايا وده بيؤدي لأن الدهون بتتفرز أكتر فيحصل نبدأ نعلم مشكلة الحبوب ونبقى مش فاهمين الحبوب دي جات ليه لأنك انت الستايل بتاع أكلك الفترة اللي فاتت ما كانش مظبوط فالدهون إفرازها بقى أكتر فبدأ يبقى عندك حبوب وويت هاتز وبلاك هاتز أننا ناخد بالنا من الدوار طب أميرة لو فيه أحيانا كده بيبقى عندنا في البيت حاجات ممكن ماتيريال استبيعية جدا مثلا مش عارفة بون مش عارفة تواديل ايه حاق ويقولك ده للبشرة فضيع عملي مش عارفة ايه الحاجات اللي ممكن تكون غير متوقعة وموجودة ببيتنا واحنا مش عارفين انها تبقى ممكن للبشرة كمسكات يعني حاجات كتير جدا عندنا في البيت عطول عندنا من أهم الحاجات البايكينج سودا اللي هي سودا الخبس دي احنا بنعمل بيها مقشر أسبوعي اه لأ قولنا بقى الوصفة اه يعني شو فيه دلوقتي كل بشرة على حسب نوعها لو أنا دلوقتي بشريتي فيها حبوب كتير جدا وملتهبة جدا وحد قال لي اعملي المقشر بتاع البايكينج سودا ده وانا عملته هتسبب ان أنا بشرة تلتهب أكتر لأنه الالتهاب ده ما ينفعش أحق أعمل حاجة ميكانيج أزوده فلو أنا هستعمل البايكينج سودا كمقشر هحطها مع مثلا ألوفيرا جل وهملها كماسك وما عملش بقى حركات دائرية وكل أنواع البشرة بقى ده حلو جدا لكل أنواع البشرة حتى الدراي بس الدراي واللي فيها حبوب جمدة قوي ما نحكش على وشنا سيبها كماسك هي هتزيل الخلايا لو المشكلة صعبة جدا ومش عايزة أعمل أي احتكاك خالص ممكن نجيب أسبرين وندقه ونحطه مع شوية مية ونقطتين نمون لو البشرة ده الريبو ده ده الدقيه خالص خالص زي الباودر وبعد كده تحطي عليه مية يبقى زي المعجون ونقطتين نمون لو البشرة فيها حبوب كتير قوي وتعمليه زي الماسك الأسبرين فيه سالسليك أسد ده مقشر طبيعي بيدوب الخلايا الميتة اللي في البشرة من غير ما أحك في وشي وأنا بعمل يعني أميرة أكيد إن شاء الله يكونوا كل السيدات ياله اللعب تابعونا يعني استفادوا من وجودك معنا وأكيد الوقت دايما مش بيكاف في الحياة أكيد إن شاء الله يعني على كل حال يكون عندنا لقاءات تانية معك لبعد تعطينا يمكن من خبرتك ومن الأمور اللي ممكن تستفيد منه السيد ليكون عندها بشرة نظرة جدا شكرا لأليك أميرة زاهة أميرة زاهة شكرا أميرة خبيرة التجميل شكرا